لم يكن للعرب قبل الإسلام ولا حتى بعد الإسلام خبرة بحرية في حروبهم ومشاركاتهم وإنما بدأ المسلمون في معاركهم البحرية في أيام عثمان رضي الله عنه لما سير جيشا من الشام لفتح جزيرة قبرص وقد ساعد المسلمين على التوجه للمعارك البحرية وتكوين أسطول بحري أن هناك موانئ بحرية دخلت تحت إمرة الدولة الإسلامية بدأ من الشام مرورا من مصر إلى الشمال الأفريقي جهة تونس اليوم فأحس قسطنطين ابن هرقل أن الخطر بدأ يحدق بالدولة الإمبراطورية الرومانية فبدأ في سنة 35 من الهجرة وهذا في زمن عثمان رضي الله عنه بتسيير أسطول بحري مكون من ألف سفينة للحد من خطورة المسلمين وقد أحس عبد الله بن سعد بن أبي صرح قائد المسلمين بهذا الخطر فوجه رسالة إلى عثمان رضي الله عنه في المدينة فسير له جيشا بقيادة بسر بن أرطاه لكن هذا الجيش جيش بسر بن أرطاه مع عبد الله بن سعد بن سرح لم يكن قوامه من المراكب البحرية سوى مئتي مركب والرومان عندهم ألف مركب لكن المسلمين عندهم استنزال النصر من الله عز وجل لجوء إليه وعندهم الفوز بإحدى الحسنيين إما النصر وإما الشهادة وقد حرص الرومان على أن يكبحوا جماح المسلمين ولذلك لما أراد المسلمون أن ينازلوهم في البر قالوا بل الماء الماء فأحس قسطنطين بالنشوة والانتصار وأنه سيحد من خطر المسلمين وسيقضي على المئتي مركب التي جاءت لقتاله فما هذا صنع المسلمون إن قضى الروم على سفن المسلمين بدافع الأمل بالنصر مستهدفين توجيه ضربة أولى حاسمة يحطمونها بها شوكة الأسطول الإسلام فنقض الروم صفوف المسلمين المحاذية لسفنهم وكان القتال كيفما اتفق وقد كان قاسيا على الطرفين وسالت الدماء غزيرة اصطبغت بها صفحة الماء فصار أحمر وترامت الجثث في الماء وتساقطت فيه وضربت الأمواج السفن حتى ألجعتها إلى الساحل وقتل الكثير من المسلمين كما أنه قتل من الروم ما لا يحصى وقد استطاع المسلمون أن يثبتوا وأن يتبايعوا على الشهادة حتى نالوا مطلبهم وحازوا النصر في هذه المعركة استطاع المسلمون أن ينتصروا في معركة ذات الصواري وذات الصواري معناها ذات الأعمدة لأن الصواري جمع صارية أو سارية وهي عمود السفينة استطاع المسلمون أن ينتصروا في هذه المعركة التي تعد من المعارك الفاصلة في بدء الدعوة الإسلامية في عهد الخلافة الراشدة فكانت من المعارك البهرية التي أكسبت المسلمين بعد ذلك قوة بهرية أهلتهم لخوض كثير من المعارك البهرية وهي التي ساعدتهم بعد ذلك لتحقيق انتصارات في أيام بني أمية في فتح الأندلس وتجاوز العدوى إلى بلاد الأندلس لكن ما خبر قسطنطين بن هرقل طبعا قسطنطين بن هرقل نجى من معركة ذات الصواري وفر إلى صقلية في جنوب إيطاليا اليوم فلما جاء عند الروم ورأوه قالوا ما جئتنا إلا بالفضيحة فقتل قسطنطين بن هرقل لأنه جاء بالفضيحة على الرومة ذهب شوق أبو خليل رحمه الله تعالى إلى أن معركة ذات الصواري وقعت في شواطئ الإسكندرية ويظهر أنها قريب منها وليس فيها والمصادر الأجنبية تسمي المعركة موقعة فونيكا وفونيكا مدينة تقع غرب الإسكندرية وتبعد عنها ما يقرب من ثمانين كيلو متر شرقا عن مدينة مرسى مطروح وتسمى اليوم فوكة اشتركوا في القناة